ونقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئيه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئسا غرد المغلود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئسا رفد المغلود ذلك من أنباء القرى لقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذابا آخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها سفير وشيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء من قبل وإنا لم أخوهم نصيبهم غير من نقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم نفي شك من مغريب وإن كلا لما لا يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاشتقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتوى إنه بما تعملون بصير وما لكم من دون الله من أوليات ثم لا تنصرون عقل الصلاة فإنهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهدك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتأمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فهاتك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملوا وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون